أكد محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب أن الدول التي تعاني من أزمات متعددة كشح المياه ونعدام الأمن الغذائي والتغيرات المناخية تواجه أعباء مالية متزايدة طالب خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للجنة النقدية والمالية الدولية بواشنطن أشار إلى أن تراجع الدعم المالي الخارجي والمساعدات الميسرة يؤثر بشكل كبير على جهود هذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة والأهداف العالمية بحلول عام 2030 البلدان التي تواجه تحديات عديدة على غرار عدم الأمن الغذائي والفقر والكوارث المناخية وإشكاليات تنموية معقدة تعاني من مستويات عالية من الديون ومن التكاليف المرتفعة المرتبطة بها الانخفاض السريع للمساعدات الخارجية والقروض الميسرة من المصادر التقليدية يبطئ بشكل كبير من تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 طالب أكد أن تدفقات اللاجئين المستمرة إلى المنطقات تزيد من الضغوط على الموارد الاقتصادية وتؤدي لارتفاق النفقات الحكومية ما يقلل من قدرة هذه الدول على مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة تظل محاربة الفقر والتقليص فوارق الدخل من بين الأولويات الأساسية لاقتصادات دائرتنا التي تستقبل من جهة أخرى عددا متزايدا من اللاجئين السياسيين والاقتصاديين والمناخيين مما ينجر عنه نفقات مرتفعة وأخطار محتملة وضغوط اجتماعية هذا ودعى محافظ بنك الجزائر إلى ضرورة أن يبقى صندوق النقد الدولي مؤسسة تمثيلية ملتزمة بالتعامل مع جميع أعضائه بإنصاف مشددا على أهمية دور الصندوق في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي تعزيز التعاون الدولي وتجديد الالتزام اتجاه التعددية من خلال جهود مكثفة من جميع الأطراف بهدف إبطاء أو إيقاف تذبذ بالتبادلات التجارية والمالية والتي تتسيم بزيادة التكاليف وعرقلة نقل المعرفة والتكنولوجيا من الضروري أن يبقى صندوق النقد الدولي مؤسسة تمثيلية ملتزمة بالتعامل مع جميع أعضائها بإنصاف بغض النظر عن المجال أو البعد المتناول